ما شاء الله يا إخوان ثقيلة ما شاء الله يعني انت عارفين حجم إيدي مكبارها ما شاء الله لنأتي للفخدة ما شاء الله معبية تعباية ما شاء الله وبسم الله ما شاء الله ملززة يا إخوان طبعا هذا كله منيش من الحلبة مش عارف إش قصته مع الحلبة أنا بعد ما قريت اللي هو المعلومات اللي القيمة صرت حطلهم حلبة دور هذا أنا جايبه حلبة نعمة أو حلبة مطحونة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته حباب رجعنكم في فيديو جديد طبعا يا إخوان حنروح نشوف بعد ما قدمنا الحلبة المرة اللي فاتت أو بالفيديو اللي فات إصار للطيور صلاة إخوان منش متخيلين طيور زاد وزنها بشكل كبير وصحتها تحسنت فخلنا نروح نشوفها وكمان هنقدم اللي هو البودرة ونشوف كيف نقدم البودرة على يعني على الطعام ولا على الشراب وديش طوالاك وخلنا نروح نشوف ونعملكوا جولة هيك سريعة وبس أه أذكركم يا إخوان في الاشتراك في القناة الثانية الأختياطية أيام يوت مزارع فلسطيني 2 وزي ما تعودنا وربط حزيز وعمانه وانزل تحت تشير في القناة وفاعتن بيجرس الفعق وحزيلا سيب كل جديد وخلنا نروح وليس جووو اللي ما بتعرف يا عزيز المتابع إنه أنا جبت بالفعل حلبة مطحونة طبعا يا إخوان في الحلقة هذي هنقدم الحلبة المطحونة للطيورة تبعتنا في الموية وحنشوف إيه صار بعد ما حطينا اللي هو القفص وكمان بعد ما حطينا الحلبة أول مرة كيف أوزانه أحجام الطيورة تبعتنا وكيف اختلفت زي ما شايفين اعطتها اللي هو سمن وبسم الله ما شاء الله لززي يا إخوان طبعا هذا كله منيش؟ من الحلبة وكمان هان زي ما شايفين هادي اللي كانت جريحة وفيه كمان هان ثلاث حبات زي ما شايفين حجمهم حلو زي بتلاحظوا يا إخوان حاسس إنه هما هيك ملازلازين مش عارف إذا حتفهموا علي ولا لأ خلنا نجيب واحدة بسم الله ما شاء الله يا إخوان ثقيلة ما شاء الله يعني انت عارفين حجم إيدي مكبارها ما شاء الله لن يجي للفخدة ما شاء الله معبية تعباية ما شاء الله طبعا يا إخوان فوائد الحلبة عظيمة طبعا احنا عملنا لكم فيديو وشرحنا بما فيه الكفاية وهذه هي النتيجة يعني نتيجة مرضية للغاية فإن شاء الله في الحلقة هذي حنلم اللي هو الشربار طبعا أنا في الحلقة اللي فاتت ما حطت معاكل اللي هو أكل وشرب للطيور هذي بعد ما نقلناهم طبعا نقلنا القفص هذا من المكان تبع الحمام لهان طبعا إذا ما شفتش الفيديو أنا بحط النيلون كمان وبأنقله أتمنى تروح ترجع تشاهد الفيديو لأنه صار مدة فيديوهاتنا عشر دقائق يوميا منزل الساعة ستة مساء طبعا لسه أنا ما نظفت هان زي من شايفين مطرح القفص مطرح ما نقلناه يعني إشي بسم البدن والريحة ما قلكوش طبعا كان أكبر 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 غلط إنه أنا أحط بيت اللي هو البط أو شباب البط في بيت الحمام هذا كان أكبر أكبر غلط كان لازم إنه أنا أحطه يعني منطقة بعيدة غير عن منطقة اللي هو تربية الحمام خلنا نشوف اللي هو الحلبة المطحونة ونشوف كيف نقدمها للطيور تباعتنا في المشروبيات صلاة كل ما جاء بنسم بدني على المنظر هذا أو قسم بالله تمام كنت أنا أحطه هان القفص وما كنتش قادر إنه أنا ننظف المكان ديق وبدأ أجي أنظف الريحة بتكتل ومش حقدر أتكلم تمام خلنا ناخد اللي هو الشربات طبعا أنا لما نقلت القفص حطيت كل الشربات هان وأنا فعليا أنا جبت تقريبا نص كيلو وضاي الربع يعني أنا فعليا بحط اللي هو الحلبة زي من شافين هاي أصارها وأنا بالفعل أنا بحط اللي هو الحلبة لكل الثيور كل ما تفضى شرابة طبعا هذا الأوساخ عشان البط هو بحبي لغوص وإلى ذلك تمام حنغسل الليلة هذي والروح على السريع نجيب اللي هو الحلبة المطحونة ونفرجيكم إياها ونقدمها للثيور ونشوف إيش ننسوي إن شاء الله فخلكم معنا يا إخوان وانزلوا تحت واشتركوا في القناة وفعلوا تنبيج جرس الفائق على أساس أنه يوصلكوا كل جديد وكمان يا إخوان حطو لنا لايك انطونا لايك بدنا حبط رش لايكات وكمان يا إخوان اكتبوا تحت تعليقات على أساس أن الفيديو يرتفع وإشي ثاني بدعوكم في الاشتراك في القناة الجديدة أو القناة الاحتياطية يومية مزارع فلسطينة 2 وأتمنى تعجبكم روحوا وشاهدوها وحطوا لايكات وإلى ذلك فخلكم معنا سمامي يا إخوان بعد ما غسلنا ومخلينا هم انضاف زي ما شايفين هذا هو نصف كيلو اللي أنا جبته صراحة كان كثير أكثر من هيك كان يعني تقريبا لهنا مليان ولكن أنا بحط لهم تقريبا الاسبوع ونصف على كل اللي هو مشربية أربع لتير بحط لهم نصف معلقة طبعا هو يعني تقديمه البودرة لازم يكون مع الطعام فأنا بقدم يوم هيك ويوم هيك يعني مرة هيك ومرة هيك طبعا خلنا نشوف زي ما شايفين بودرة 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 زي ما انتم لاحظين بودرة ونحطها بطريقة هذه على المشربية ونحط كمان على باقي المشربية طبعا اخوان اتكلمنا بما فيه الكفاية في فيديوهات اللي فاتت عن هذه الحلبة وعلى تقديمها في كذا تقديم لالها من ضمنها اللي هو الغلي ومن ضمنها اللي هو هذي ولكن على الطعام لكن انا حطيتها الطعام يعني حسيت الطعام ما اخد اللي هو كفايته يعني انا حطيتها بودرة على الطعام حسيت الطعام يعني كان يأكله وينزل البودرة هذي في الاكالة ويروح محضور هضر يعني ما نستفيد من نشي فقلت لا نحطه في المية مطحون وحيددينا ان شاء الله نفس فعالية اللي هو الغلي ونفس فعالية ثانية تماما بعد ما حطناه هروح نشوف كلنا نقدمه للطيور تبعيتنا تمامي اخوان زي من شفين هنقدم اللي هو طعام هذا للطيور او الحلبة كشراب على الطيور حطينا اللي هو هان زي من شفين وحطينا هان وبدأ ان هما يشربوا وحتى الصغار حاسسهم هيك شنين هيك يعني نشنشين ومشاء الله عليهم حطينا كمان للكبار الشبابي وانا كمان بحطي اخوان للطيور تبعتي كلها منه يعني كل ما شرابة تفضى ان كان من اللي هو الدجاج الكوشين بحط لهم يعني هي هذا فضيت قد حسحبها وححط لهم وان كان من الدجاج اللمبرغيني هيا فضيت ححط لهم اذا هنشفين بالشكل هذا ححط لهم منها وكمان اللي هو البطيات الكبيرة زي الزكر هذا بحط له منها والانثة اللي رقدة غاد وكمان الدجاج البلدي اللي غاد والبطة وكمان الرومي بحط له منه يعني كل الثيور انا بحط له وحط الحماميات كمان زي انشفين كل بحط له منه فانتظرونا في فيديوهات ثانية ان شاء الله هنطعنا الثيور اللي هو الاعلاف المناسبة ونشوف اللي هو ثيورنا ونكمل ما بدأنا انتظرونا غدا الساعة السادسة مساء حبابي بكم وصلنا الاخر الفيديو بتمنى الاعجابكم الفيديو وتنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه جرس الفؤاقة بحزين لصلك الجديد حبابي بتمرش حالكم يوم من غيب تسامع كثير من الصلاة نبي واسكر الله يذكركم استغفر الله يخفر لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام يا اخوان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة